الاجتماع العاشر للمجلس البلدي بمحافظة ظفار لهذا العام استعرض العديد من الموضوعات التنموية والخدمية وتطوير القطاع السياحي وتنمية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والعمل التطوعي في المحافظة وفق برنامج تنمية المحافظات والخطة الخمسية العاشرة والموقف التنفيذي من أهم المواضيع التي استعرضتها بلدي الظفار هو الموقف التنفيذي لمشاريع تنمية المحافظات تلك المشاريع التي خصص لها مبلغ 20 مليون ريال عماني خلال الخطة الخمسية الحالية بأوامر سامية وتم استعراض الموقف التنفيذي لـ 23 مشروع تم الانتهاء من عدد من المشاريع المشاريع التي تم الانتهاء منها أغلبها نسبة الإنقاس فيها تتراوح بين 97% و100% وهناك بقية المشاريع المخططة تنفيذها خلال الفترة المتبقية من الخطة الخمسية الحالية تضمن الاجتماع كذلك تقديم عرض تعريفي عن المنصة الرقمية جوت لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية في سلطنة عمان حيث تهدف المنصة إلى توظيف تقنية المعلومات والاتصالات لخدمة الجمعيات والفرق الخيرية التطوعية إلى جانب بحث مقترح لمعالجة تأكل المراعي وزيادة الغطاء الأخضر وتوعية المجتمع وإشراكه في حفظ التوازن البيئي وتجميل المنظر العام في ولايات محافظة ظفار طرحت مجموعة من المبادرات مثل مبادرة الحزام الأخضر وهي مبادرة أيضا لوضع حلول لهذه الإشكالية التي لها أجزاء عدة حقيقة في مسألة التصحر فبالتالي هناك مجموعة من الأفكار مجموعة من المقترحات ووضعت وأيضا ونوقشت في هذا المجلس وأيضا تم اعتماد مجموعة من التوصيات في هذا الشأن استعرض الاجتماع من ناحية أخرى دعم مربي الماشية من خلال استفادة من الثروة الحيوانية في المحافظة ودراسة مشاريع تخص هذا القطاع وتوصيات لجنة الشؤون القانونية بشأن تسويق ونقل الحشائش والأعلاف ومراعاة توافورها بالأسواق المحلية على مستوى اللجنة الغانونية في عدد العديد من الموضوعات منها نقل وتسويق الحشائش بالمحافظة وهذا موضوع حقيقة من فترة يدرس وأحنا كلجنة مكلفة بهذا الموضوع جلسنا مع عدد من الأطراف والجهات الذات العلاقة والمختصة واستمعنا إليهم وأراءهم رفعنا العديد من التوصيات وإن شاء الله بالتنسيق مع الجهات المعنية سترى النور بإذن الله إن شاء الله جملة من المواضيع استعرضها المجلس البلدي في اكتماعه العاشر هنا في ولاية صلالة استعرض فيها العديد من المشاريع التنموية المختلفة قاصب بن محمد البرعمي ولاية صلالة محافظة ظفار